تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيانا كلفا فيه كل من إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية للتعميم على جميع الخطباء في الجوامع لإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية بعد صلاة الجمعة ليوم غد وجاء في بيان المجلس أنه تنفيذا للتوجيه الملكي الكريم كلف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كل من إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية للتعميم على جميع الخطباء في الجوامع لإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال بعد صلاة الجمعة ليوم غد سائلين الله سبحانه وتعالى للموت الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العجل ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر